بالنسبة لأبراج الأكثر رومانسية وخصوصاً الرجالة لأن دايماً الستاب تشتكي بأن الرجالة المعاها ليست رومانسية فلو أريد راجل رومانسي أقولك على كام برج تقدري تختاري منه أول برج رومانسي بس ممكن بيحتاج مجهود شوية كبيرة عشان تخرجي رومانسيته دي برج التور لأنه برج التور بيحس قوي وبيحب قوي هو ممكن ما يبقاش بيقول بس على قد ما بيتصرف يعني ما تستنيش منه كلام حلو قد ما تستني منه مواقف حلو تستني منه مثلاً لفتات رومانسية مش بالكلام هو بيعبر أكثر بالفعل مش بيعترف بأن انا لازم اقولك بحبك عشان تعرفين انا بحبك بس ممكن حبي ليكي يبان في وقوفي جنبك في فكرة ان انا دعم ليكي فكرة ان انا في ظهرك في فكرة انه وقت ما تحتاجني هتلاقيني هتلاقي رومانسيته ممكن يعملك عشا رومانسي بس وهو على العشا رومانسي ده هيخرجك او كده مش هيعود يقولي الكلام حلو بس هتلاقي بيتصرف تصرفات حلوة جايبلك هدية جايبلك ورد جايبلك حاجة فرومانسيته بتبقى شوية افعال اكتر منها كلام البرج اللي بعد كده رومانسي جداً بس بالنسبة للرجال برضو ممكن ما يبقاش بدرجة كبيرة برج سترطان هو بطبيعته رومانسي وعاطفي وحساس لكن ممكن بسبب انه هو بيحب دايما يبقى يحذر ويحب دايما يبقى الحياة خفيفة كده على عكس البنات يعني فهتلاقي رومانسي بس مش طول الوقت يعني مش الرو مانسية اللي تزهقك مش الرو مانسية اللي هي تحسين انه انت عايش فين بقى يعني اكلت كده فبورج سترطان رومانسي بس عقلاني يعني برضو الوسط مش الرو مانسي اللي يتغرقك مش اللي هو مش السوما العاشق يعني من الاخير فرومانسيته بنسبة كبيرة معقولة اللي هو هتلاقيه شوية بيدلعك وشوية بيتخانق معيك شوية هتلاقيه حتى رومانسيته او كلامه الحلو بصيغة هزار ودحك ايه بت الحلاوه دي الجمال ده مش عارف ايه مش بمحنه وبسهوكه وبسهتنه وكده ده بالنسبه سومة العاشق اكتر برج ممكن يبقى سومة العاشق او يتقل عليه سومة العاشق برج الحوت هو رومانسي جدا جدا بس بزيادة بمشاعر طول الوقت هتلاقيه مغرائك حب صبح وليل كلام حلو بيدلعك دايما طول الوقت بيتأمل في جمالك وطول الوقت بيحب فيك يعني لو واحدة عايزة واحد بياخد بالها لو قصت دوافرها الحوت هو بيركز جدا في تفاصيل اللي بيحبه ودايما بيقوله كلام حلو دايما بيعبر له عن مشاعره دايما بيعمله مفاجآت وبيعمله حاجات حلوه فده بالنسبه لبرج الحوت ممكن شوية يبقى ماين لانه سومة العاشق شوية في نفسه برج تاني رومانسي جدا وما يبنش عليه العقرب العقرب برج بيحب قوي ولما بيحب ما بيبقاش شايف حياته كلها غير الشخص اللي بيحبه بيبقى عايز دايما زي ما قلنا قبل كده في فيديو بتاع العيوب بتاع العقرب ان هو بيبقى عايز الحاجة تتعمله ومش هو اللي يعملها فهو رومانسي بس هو هيقول الكلام حلو بس عايز أسمع أكتر هيعملك لقطات رومانسية بس عايزك تعملي أكتر دايما بيبقى مستاني اللي قدامه يعمل نفس اللي هو بيعمله بزيادة لانه بيحب الرومانسية فهتلاقيه انا مش هبقى رومانسي لو انت مش رومانسية مش هينفع بقى بقول الكلام حلو وانتي مش معي على نفس الثكة .. مش جاية معي على نفس الطريق ماينفعش اقولي الكلام حلو انت تقوليني أو تردي علي رد بارد يبقى ب tavاد أي رودك..... بنفس القوة وأكونriveك مالذي درجة الرومانسية ف二ها بالنسبة لبرج العقرب يعني اوعي بابدًا تجدو من برج العقرب أنه think to be romance لو اناникаachtet ببدلهي هذه الا Harold performance ووسلا تعملينه بنفس الطريقة ومش بتحتويه بنفس الطريقة هو برج العقرب طفل قوي في نفسه يعني في الرجالة عمليه على انه طفل دلعي وده من اكتر الابراج اللي بتحب تدلع انها تدلع مع الشخص اللي هي معاه برج العقرب يعني دايما قولي له كلام حلو دايما دلعي دايما حاسسين هو كل حاجة في الحياة انه هو نمبر ون برج العقرب بيحب كده جدا بيحب الشخص اللي معاه دايما يبقى هو مصدر الدعم العطفي بتاعه هو بيعيش بالكلام الحلو بيعيش بالدلع فدي الابراج الاكتر رومانسية في كل الابراج يعتبر